بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي طيب الخواطر والقلوب بالصلاة على سيدنا النبي الحبيب المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم بلغ حبيبنا عنا السلام أما بعد فإن الحياة الإنسانية ما كانت إلا على الخطأ لما شاع الخطأ أرسل الله الرسل يعني لماذا أرسل الله الرسل أرسل الله الرسل ليصوبوا مسالك الناس أي نعم فطرت الإنسانية على الصواب ولكن لما انحرف بعض البشر عن الطريق الصحيح أرسل الله الرسل ليضع أقدام الناس على الصراط المستقيم الخطأ وارد والله سبحانه وتعالى رفع عنا اللوم في الخطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم رفع القلم عن ثلاثة كما نعلم لورود الخطأ أحيانا من بعض الناس إذن الإسلام عذر بالخطأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعالج أخطاء الناس باللين بالحكمة بالتنكير يعني عدم التعريف بالمخطئ بالتعميم يعني عندما يخطئ أحد من الناس لم يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبته أو يعين هذا الشخص كان صلى الله عليه وسلم معروف بماذا ما بال أقوام يفعلون كذا القسوة في معالجة الأخطاء في التعليم في المدارس في الجامعات في البيوت بين الأب وولده بين الأم وولدها هذا ينتج ثمارا عقيمة علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق عند معالجة أخطاء الناس وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به إذن الخطأ يحتاج إلى حكمة في المعالجة لا يحتاج إلى فضاضة ولا إلى قسوة لذلك قال الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيْضَ الْقَلْبِ لم فضوا من حولك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق بالأولاد عند تربيتهم تعامل صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس بن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين لم يسجره فيها ولم يعنفه لأنه كان صغيرا احتضناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السن المبكر هذه تربية وهذه معالجة أخطاء كان سيدنا أنس بن مالك يفعل ما يفعله الصغار من أخطاء لم يسجره صلى الله عليه وسلم على مدار عشر سنين تعلموا أيها الأبناء وتعلموا أيها الآباء بل سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعالج أخطاء أبيه بالرفق والليل يا أبتي يقول يا أبتي بحنان وحنون يا أبتي هذا الحنان مطلوب في تربية الأولاد وفي معالجة أخطاء المجتمع كله إذن التعميم من منهج نبي الرحمة ما بال أقوام يفعلون كذا ونتم هذه السلسلة الذهبية مع نبي الرحمة بعد فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى إذن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر في مرآة تعاملنا مع الآخرين كما أنني أنظر في المرآة فأضبط هيئتي وصورتي ومظهري لأعالج خللا في ثوبي في وجهي في تسريحة شعري أمام المرآة يجب علي أن أضبط سلوكي في معالجة أخطاء الآخرين لما جاء ثلاثة نفر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت رسول الله يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها يعني قليلة فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أخطر وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الثالث أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الناس سأل وقال ما بال أقوام لم يقل يا فلان ويا فلان ويا فلان أما أنا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا أما أنا فأصوم وأخطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني تربية بالتعميم وليس بالتعين لا أقول يا فلان أنت أخطأت في وجهه وأثير حياءه وإحراجه وأجرح سلوكه وخصوصيته علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطبب قلوب المخطئين حتى يتعالجون بالحكمة والموعظة يعني حتى الرجل الذي بال في المسجد رجل بال في المسجد كان لا يعلم الحكم فبال في المسجد أفزعه الصحابة كانوا طبعا لم يتعلموا كيف يتعاملون مع مثل هذه المواقف فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه يعني لا تقطعوا بولته يعني شبوه يكمل حتى البولة لأن هذا يضره لا تزرموه ودعاهم إلى الرفق به وعلم الرجل أن هذا الكلام لا يصح في المسجد وقال أريقوا عليه سجلا من ماء يعني يكفيكم أن تنظفوا مكان بولته هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعالج أخطاء الآخرين ليعلم مجتمعا بأكمله كيف تتكامل الحياة وكيف تنسجم وكيف تلتأم السلوكيات والعلاقات الاجتماعية من غير بغضاء ومن غير فرقة ومن غير نفور علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى الله على بصيرة بالحكمة نعالج أخطاء الناس ونوعيهم بأخطائهم ونمسح على رؤوسهم بحنو وبحنان يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين نحن من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب الذي شاعت قصته وراجت حادثته الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في الزنا فانتهره الصحابة فنهاهم رسول الله وقال أدن مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك قال لا فذاك أبي وأمي يا رسول الله يعني أترضى الزنا لأمك قال لا فذاك أبي وأمي يا رسول الله أترضاه لأختك أترضاه لابنتك أترضاه لعمتك لخالتك في كل مرة يرد هذا الشاب على سيدنا رسول الله بمعالجة وقناعة وإقناع وملكية تامة وتسليم مطلق لكلام سيدنا رسول الله في كل مرة يرد ويقول لا فداك أبي وأمي يا رسول الله فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له الله محص فرجه إلى آخره فقام الشاب ولم يلتفت إلى مثل ذلك بعد نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين من منهاج نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين